وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخدام أحداث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادرة واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تشينها على أحداث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة والتي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين والرواد الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطعات الدولة